لا يزال تصعد التدخل الإيراني في سوريا والمنطقة إلى ما فوق المقدار المسموح به ربما يشكل هاجسا يقلق الغرب وإسرائيل على ما يبدو لا سيما أن إيران تستغل هذا الوجود لتهريب السلاح إلى لبنان لدعم حزب الله بصواريخ وطائرات مسيرة وفق تقارير عدة تحدثت عن ذلك من بينها قناة كان التابعة لهيئة البث الإسرائيلية ومع استمرار رصد إسرائيل للرحلات المشتبه بها في نقل الأسلحة الإيرانية عبر المطارات السورية التي تسيطر عليها سلطة الأسد تعمل إيران على إيجاد حلول تقلص أضرارها فيما يبدو قناة كان العبرية الرسمية تحدثت عن تأسيس وحدة عسكرية إيرانية جديدة في سوريا تتبع للحرس الثوري الإيراني من مهامها تهريب الأسلحة لسوريا ولبنان بطرق مختلفة ومما كشفته القناة العبرية أن الحديث يدور حول الوحدة 700 التي يترأسها مسؤول كبير في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني ولديه صلاة واسعة مع مسؤولين في إيران وسوريا ولبنان يعمل بالتنسيق مع الـ 190 التابع لفيلق القدس برئاسة بهنام شهرياري ويعمل الجهاز الجديد على تهريب السلاح عبر قوافلة كانت تل أبيب قد استهدفت إحداها في شهر نيسان الماضي في منطقة عمس بحسب القناة العبرية ليست تل أبيب وحدها من يدرك خطر إيران على مصالحها إذ تعمل الولايات المتحدة على وضع حد لأنشطة إيران على الأرض من خلال توحيد الجهود بين قصد وجيش سوريا الحرة بحسب ما نقلت وكالة الأناضول التركية وهو تحرك يأتي عاقب استهداف إيران لمواقع واشنطن في سوريا وبالتزامن مع محاولة إيران تهريب السلاح عبر طرق برية نشاط إيراني متصاعد يقابله رصد إسرائيلي أمريكي لأنشطة تهران في سوريا التي باتت نقطة انطلاق وتنافس على المصالح بعد أن خسر معظم السوريين مصالحهم فيها وغادر الملايين منها إلى بلاد المهجر